بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على أبيه وصحبه أشمعين Today we are going to discuss cellular metabolism Cellular metabolism uses metabolic pathways. What are metabolic pathways? Metabolic pathways are sequence steps of chemical reactions. Each step is catalyzed by a specific enzyme located within membrane. هي Metabolic pathway هي الترك العمليات الحيوية. هي عبارة عن sequence steps خطوات متتالية من التفاعلات الكميائية. كل خطوة منها تحتاج إنزام مخصوص للتفاعل ده. لا يوجد إنزام يحل مكان إنزام ولا يحل مكان إنزام. عادة الإنزام دي موجودة within membrane. If you have substrate A, it will be catalyzed by enzyme number one. So substrate A, we call it a series of enzymes like this. We call starting substrate or starting reactant. نقول إن المادة A ستتقصر بإنزام رقم واحد. ولا يوجد إنزام رقم واحد. فقط هو اللي يقدر يقصر المادة A. والآن ليس ممكن تتقصر إلا بإنزام رقم واحد. سيحولها إلى product B. Will be converted into product B. Product B is a substrate for enzyme 2. Enzyme 2 will convert substrate B into product C. Product C is a substrate for enzyme 3. Which will convert substrate C into product T. And so on until we reach enzyme C number six. Which has F as a substrate which convert it into G. We call it product or end product of the reaction. كيف أنا عندي A ستتقصر فقط بإنزام رقم واحد. حول إلى منتج B. منتج B هو عبارة عن substrate. المادة الخاملة شارع عليها إنزام رقم اثنين. اللي هيحولها لي إلى product C. اللي هو المنتج C. منتج C ده في حد ذاته يعتبر substrate للإنزام رقم ثلاثة. اللي هيحولها لproduct رقم D. وده تبقى صبصرية الأربعة يحولها للإي. والإي تبقى صبصرية الخامسة يحولها للproduct F. الف إذا صبصرية لإنزام رقم ستة. اللي حولها لي لرقم. اللي حولها لي product G. طبعا بنسمي end product أو منتج النهائي. From this reaction. Product enzyme 2 will not work if enzyme 1 didn't work. because A will not be converted into B. Enzyme 3 will not work if 2 enzyme 2 or 1 didn't work if because C depends on B and A. يبقى عندي نزام رقم واحد حولي A إلى B. ونزام رقم اثنين حولي B إلى C. طب في حالة نزام رقم واحد ما اشتغلش أو ما فيش مادة A. مش هيكون في مادة B. فبالتالي نزام رقم اثنين مش هيشتغل. وهكذا لحد رقم ستة مش هيشتغل ألا ما يكون الف موجودة. وده هتعتمد على الخمسة أنزام والخمسة سابستريت والبرودكت اللي موجودين في السلسلة قبل. هذا نسمي متابوليك بثوي. المتابوليك بثوي سابستريت 1 يستخدم من أثنين 1 لتستخدم المنزل إلى برودكت 1. برودكت 1 يستخدم من أثنين 2 الذي يستخدمون إلى برودكت 2. برودكت 2 يستخدم من أثنين 3 220 poverty by enzyme 3 to be used as substrate by enzyme 4 to convert it into product 4 عندنا في الميتابوليتباثوايذ إذا هو انزيم واحد يحول سابستيريت واحد إلى كان بروداون واحد بروداون واحد هو يتحول بنزيم رقم أثنين إلى بروداون اثنين اللي هو يحول سابستيريت لأنزيم رقم ثلاثة يتحول إلى مادة تانية الخاص موتي اللي هو سابستيريت لإنزيم رقم أربعة انظام باكمار ربا يحول لي الميتابوليك البروتكس ديت لبروتكت فور كل خطوة زي ما احنا شوفنا كده في الميتابوليك باثوي بتحتاج اسبيسيفك انظام يعني الاي بتحتاج انظام رقم واحد ما يقدرش اثنين او ثلاثة او اي انظام تاني يقدر يشغل القصة دي كل انظام اسبيسيفك ان اي انظام رقم اثنين ما يشغلش غيره على المادة بي ما يقدرش اشتغل على سي ولا اي حاجة اخرى يبقى هو اسبيسيفك للمادة بتاعته يعني ببساطة الانزيم بشغل على المادة محددة نفس الناده المحدده ما تقدرش تتكسر او تتفاعل الا مع الانزيم ده نفسه بناس متابوليك باثوات الميتابولية هي ثم أفاد تخيص اي هالفيد باثوات ماذا هو ثم افاد تخيص اي ها ؟ في هذه المراجعة الدائية و الأي الانزيم ميتابوليك بوضع وال scariestبريض على المادة بهذه السيحة هذا الانفعل إلى مطلع الميتابوليك باثوات الميتابوليك كما ترى في هذه الانزيم هو الانزيم adults is catalyzed ring ferguson 1 in order to produce intermediate A. Intermediate A is catalyzed ring 4 in order to produce intermediate A and so on, until we get the end product. If end product is accumulative, the cell does not need any more of the end product, so this end product comes back and binds ballistic Raymond number one and shut down هي الـ Feedback Inhibition إنهيبشن يعني تثبيت لو عندنا المثل في الدائجرام دوت لو في عندنا المادة البادئة الـ Initial Substance Date ستتكسر بالإنزام رقم 1 تتديني المادة A المادة هي تتكسر بإنزام رقم 2 وتتديني B حد ما نوصل لحد الإنزام رقم 5 يكسر لي D والدين الـ End product لو في كمية كبيرة من الـ End product لا تديني محتاجها لنفس المادة دي ترجع ثاني للإنزام رقم 1 في مكان محدث مؤلث مكان يركب في المادة الـ End product فتعمل شتدون تبطل عمل إنزام رقم 1 فتوقف ببنان عليه رقم 2 مش هشتغل ولا بقى الإنزام نسميها Feedback Inhibition سوف ننزع معا نشوفها في الفيديو التالي المتبالي الباثوي إنزام 1 azوم 1 وتبدو الأعلى الإنزام 1 إسم 1 في الحقوق أذ mayor إسم 2 ووضع إلى работعك 2 innovاء 7 أحب cereal الأنزام 3 أذكر فيه أ 구ام 3 أدمر الأنزام 4 4. When accumulated it goes to the enzyme 1 in allosteric position which stops the reaction. This is called feedback inhibition. So when accumulation of end product, it goes to this specific site called allosteric site which makes changes in the active site which cannot receive any more substrate 1. Enzymes. Majority of enzymes are protein. Tiba عندي المادة الخام بتاعت الإنzymes هي عبارة عن روتيم معظمة. معظمة الإنزيمات. الانزيم الاسبسيفيستي is caused by the shape of active site. يبعا عندي ليه الانزيم ده specific او مقابل تخصص للصبستيريت ده ده عشان في الاختف سايت والاكتف سايت ده بيبقى له شكل محدد وشكله ده موجود على سطح البروتين. سطحه ده بيكون من نتيجة التيرشري او كواتيرن السراكشر يعني شكل ثلاثة الابعاد في الفراغ بيديه ليه شكل الاختف سايت ده ده. انزيم الاسبسي is a chemical that changes the rate of reaction without being consumed. يبعا عندي الكاتريسته هو مادة بتزود لي معدل التفاعل وهي هي ما يتميش استهلاكها. احنا تخش التفاعل والتفاعل يتميه هيتاخد نفس المادة كما دخلت. ما يحصلهاش التحول. انزيمs are recycled or reusable اللي عندنا الانزيمات. طبعا ما بتخش الرياكشن وتطلع تاني زم هو يبقى يمكن اعادة استعمالها او انها بتبقى recyclable. everything reaction requires its specific enzyme. زي محاولنا الانزيم رقم واحد مشتغلش اللي على اي بس ولا شغل على اي ولا اي طو ولا اسري ولا بي ولا اي شيء خالص. therefore they are named for substrate by adding the ending is. طبعا لما هو كل واحد specific المادة محددة فعشان نسهل عملية تسمية الانزيمات فاحنا نضيف على الـ substrate دوت كلمة is في الآخر اسم الانزيم. انا عندي مثلا الليبت يشتغل عليها انزيم اسمه ليبيز يورية يشتغل عليها انزيم اسمه يوريز وهكذا. انزيم substrate complex. احنا عرفنا الـ substrate قبل كده اندى substance that enter into reaction. products are substance present at the end of the reaction. انزيمs form a complex with their substrate at the active site. يبقى عندي ادي انزيم وعندي ادي substrate لم يتحدوا مع بعض بيمسكوا مع بعض نسميه enzyme substrate complex. في النهاية الانزيم ده يكسر للـ substrate ويطلع عليه product ويطلع الانزيم زي ما هو لين هو عبارة عن catalyst. ايه هو الـ active site is a small region on the surface of the enzyme where is the substrate bind. يبقى اعرف منه مكان الـ active site اشوف المكان اللي بيمسك فيه substrate على سطح الانزيم وهو ده يبقى الـ active site. when substrate binds to enzyme active site undergoes light changes in shape that facilitate the reaction. ايه هو الانزيم زي ما كل كلون او افتح مخصوص مفيش مفتاح تاني يشتغل عليه. نفس الحكاية الانزيم بتدع نفس نظرية الكي اندلوك ثيري نظرية المفتاح والـ L. ده عندنا الانزيم هو في الـ available site active site. الـ active site ده مناسب فقط للـ substrate بتاعه له. for example ساكروس ده طبعا رسمة الخيولي. بعد كده يحصل ان الانزيم بانزل substrate. بنظرية الـ induced defect او key and lock 3. ويتيجي المياه هنا ويحصل الـ split H O H. ويبتل الانزيم يفك الربطة اللي بين اللي هي 1-4 glycosidic bond بين الجلوكوز وبين الفراكتوز اللي موجودة في الساكروس. ويحط H في مكان و H في مكان ويطلع الـ product اللي هو جلوكوز وفراكتوز والانزيم يطلع صليم زي ما هو. يبا دخل الانزيم ودخل الصبستريت وطلع عندي في النهاية انزيم تاني زي ما هو ممكن استخدامه ولكن عندي تلع مادة تانية خالص او مادتين اللي هما الجلوكوز والفراكتوز. الانزيم زي ممكن تبقى تعمل degradation reaction زي ما حسابين الـ active site وده عندي substrate. بيعمل انزيم substrate complex وبيعاد كده يحصل الـ reaction ويعمل split الى 2 products ويطلع انزيم سليم في الآخر زي ما هو. او بتبقى synthetic reaction تفاعل بنائي ادى عند الـ active site بيتيجي 2 substrates fits into the active site. وبعد كده يعمل انزيم substrate complex. بعد كده يطلع لي product ويطلع الانزيم زي ما هو زي ما شايفيه الـ product حاجة والـ substrate حاجة تانية. لكن الانزيم زي ما دخل زي ما اخرج. co-factor and co-enzymes many enzymes require an organic ions or non protein co-factor to function. for example zinc iron cover. عندنا انزيمات كتير عشان تشتغل بتحتاج co-factor عامل مساعد. العام مساعد ده بيبقى ليه مهمة بعروفة. اللي هي accept or give atoms to the reaction. for example niacin عندنا بيستقبل الـ electron او بيستقبل الـ atom عشان يساعد الانزيم على فعله. لما يكون المساعد بتاع الانزيم ده مادة inorganic فبنسميها co-factor. زي المثال عندنا zinc iron cover magnesium cloride اللي احنا قلناه. ولما يكون المادة المساعدة للانزيم دي مادة organic فبنسميها co-enzymes. عندنا مثال co-enzymes زي الفيتامينز دي مهمة جدا للانزيم. طب لو حصل ان مثلا مافيش الانورجانيك او مافيش الفيتامينز. عندنا مثلا نتكلم عن فيتامينز. vitamin deficiency causes lack of co-enzymes and lack of enzymatic reaction. نلاقي لو اي نقص في الفيتامينات في اي انسان. فبعطر شغل الانزيم فيها بتسبب بعض الامرض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في محضرة قادمة ان شاء الله. نشوفكم في محضرة قادمة ان شاء الله وبركاته.